اللي ينضم إلينا من العيس في ريف حلبة الجنوبي مراسل ميدين لريضا الباشا ريضا مرحبا كيف يمكن وصف المشهد في بلدة العيس بعد تصدي الجيش لهذا الهجوم الذي شنته الجماعات المسلحة قرب البلدة نعم أحمد فعلا بلدة العيس هادئة جدا لا يوجد فيها أي أثار الآن للإشتباكات نسمع أصوات المدفعية من بعيد استهداف لتحركات الجماعات المسلحة في الجبهة الجنوبية لبلدة العيس أي الجنوب من بلدة العيس إضافة إلى استهدافات بالقرب من غرب العيس عند الطريقة الدولية من قبل مدفعية الجيش السوري البارحة الجماعات المسلحة فتحت بقيادة جبهة النصرة فتحت جبهات بلدة العيس كان الهدف من العملية السيطرة على هذه البلدة التي نقف فيها حاليا بثت الكثير من الأخبار بأن جبهة النصرة تمكنت من السيطرة على تلممو برنا إضافة إلى تلة البكارة وغيرها من القرى والبلدات المحيطة في بلدة العيس اليوم صباحا كان لنا جولة على هذه المناطق لا يوجد أي سيطرة فعلية لجبهة النصرة حتى هذه المناطق ما تزال تحت سيطرة الجيش السوري بشكل كامل يمكن أن نلاحظ تلة العيس الاستراتيجية في الكاميرا الآن هذه التلة التي تشرف وتبعد ما يقارب الـ 500 متر فقط عن قرية برنا التي تقع إلى الشمال خلف هذه التلة تحديدا برنا الآن تحت سيطرة الجيش السوري ما حدث البارحة أحمد بأن الجماعات المسلحة عملت على التقدم باتجاه نقاط الجيش السوري في الريف الجنوبي وعندما تمكنت من التقدم باتجاه هذه النقاط بدأت بضخ أخبار بأنها سيطرت على هذه المناطق اليوم فعلا ما شاهدناه بعيننا بأن الجيش السوري ما يزال مسيطر على هذه المناطق بشكل كامل أتبع ذلك بث العديد من الأخبار سواء سقوط أقسام من قرية العيس أو التقدم باتجاه بلدة الحاضر الآن كان مسيرنا من أجل الوصول إلى بلدة العيس هو العبور من بلدة الحاضر بلدة الحاضر بعيدة تماما عن كافة أنواع الاشتباكات والاشتباكات تدور بعيد جدا عن بلدة الحاضر كما أن بلدة العيس كما تلاحظون أحمد هادئة جدا الاشتباكات بعيدة فقط ما نسمعه هو استهداف من قبل متفعية الجيش السوري الصوريخ في الجيش السوري لتحركات الجماعات المسلحة جنوب بلدة العيس كما أشرنا برنا تلممو إضافة إلى تلة البكارة وغيرها من القرى التي أزيع البارحة بأنها سقطت بيد جبهة النصرة الأخبار غير صحيحة ولعل ضخ الأخبار وعداد القتلى التي لاحقت بجبهة النصرة خاصة أحمد بعد استهداف الجيش السوري لأحد مقرات جبهة النصرة بالقرب من الإيكاردة بصاروخ أرض أرض أدى هذا الأمر إلى تفجير المقر بشكل كامل سمعت أصوات الانفجارات حتى في مدينة حلب علما أن هذه المنطقة تبعد عن مدينة حلب من يقارب 20 إلى 25 كم من الجنوب سمعت أصوات انفجارات هذا المقر من مدينة حلب سمعت في ريف حلب الغربي أيضا الأنباء الواردة من هناك مقر ومستوضعات الذخيرة لجبهة النصرة في هذا المقر الواقع بين البارقوم والإيكاردة تم تدميره بشكل كامل وقتل من فيه إضافة إلى مقتل الحرس الذي كان على أطراف هذا المقر بسبب ضخامة الانفجارات وحجم الانفجارات التي حدثت إضافة إلى ذلك أحمد مصادر من داخل غرفة عمليات حلب الغرفة المشتركة في عمليات حلب أكدت بأن ما أزيع من أخبار عن مقتل قيادات عسكرية في غرفة عمليات حلب أو إصابة قيادات عسكرية بجروع في غرفة عمليات حلب هي عبارة عن أخبار هدفها التشويش على عمليات الجيش السوري والعمل من أجل إيجاد حالة من الإرباك بين قوات الجيش السوري وهذا ما لم تتمكن الجماعات المسلحة من تحقيقه نظرا لأن هذه القيادات كانت متواجدة على الأرض القوات تشاهدها وهي متواجدة على الأرض وأيضا أرجعت غرفة العمليات هذه الأخبار وهذه الشائعات سواء من السيطرة على قرى بشكل وهمي أو مقتل أو إصابة قيادات عسكرية في غرفة عمليات حلب غرفة العمليات أرجعت هذه الشائعات إلى الخسارة الكبيرة والمقتل عدد كبير من الجماعات المسلحة في هذه العملية العسكرية أحمد إضافة إلى ذلك جبهة النصرة البارحة كانت على خلاف كبير مع حركة أحرار الشام في مدينة الزربة الاستراتيجية أيضا أدى إلى الاقتتال بين قيادات هذه الفصائل جبهة النصرة وأحرار الشام إلى انسحاب جبهة النصرة بشكل كامل من مدينة الزربة وترك هذه الجبهة لقيادات أحرار الشام من أجل مواجهة الجيش السوري واتهام أحرار الشام بالخيانة والتخاذل بعد انسحاب جبهة النصرة من هذه المنطقة رضا طم الكشف عن عدد كبير من قتلى في صفوف المسلحين بعد هذه عملية التصدي هذه هل لديك معلومات مؤكدة عن عدد القتلى في صفوفهم؟ أحمد أنا ما وصلني على أحد وسائل التواصل الاجتماعي ثلاثة أوراق بأسماء قتلى الجماعات المسلحة تضمنت مئة اسم للجماعات المسلحة من داخل المشفى الميداني أوراق مسجلة بالاسم إلى أين ينتمون إلى ريف إدلب إضافة إلى ريف حلب الشمالي وبعضهم ينتمي إلى ريف حما أما الجنسيات الأجنبية معروف أحمد بأن الجماعات المسلحة لا تذكر قتلى الجنسيات المسلحة الأجنبية بين عداد قتلها وخسائرها لأنه لا يوجد أهالي يتابعون أولادهم في هذه المناطق ومن المعروف بأن هذه الجنسيات جاءت من أجل القتال هنا ما عدا بعض القيادات لربما أحيانا يتم ذكرها من قبل هذه الجماعات أما المؤكد لديه وبالأسماء إضافة إلى الأوراق الموجودة تؤكد مقتل أكثر من مئة مسلح في الجبهة الجنوبية في المواجهات مع الجيش السوري ليل البارحة طيب رضا إلى أي مناطق تراجع المسلحون بعد تصدي الجيش لهذا الهجوم قبل جماعات المسلحة أو قرب بلدة العيس أحمد الجماعات المسلحة عادت إلى ريف أدلب الغربي الآن تحاول هذه الجماعات الاستفادة من الجو الضبابي في هذه المنطقة لتنفيذ بعض التسللات لكنها إلى الآن فشلت في ذلك عادت إلى ريف أدلب الشمالي وهو المنطلق الذي اتخذته بقيادة عبدالله المحيسني السعودي الجنسية معروف هو القاضي الشرعي والقياد في جبهة النصرى وجيش فتح أدلب وجيش فتح أدلب أحمد إذا يمكننا الآن أن نلاحظ الاستهداف الذي يحدث للجبهة الجنوبية من قبل الجيش السوري للأسف الجو الضبابي لا يمكن رؤية الصورة بشكل واضح ولكن يمكن على الأقل رؤية الجبهة بشكل كامل رؤية الجبهة الجنوبية لبلدة العيس هذه الجبهة التي على امتداد البصر الآن لدينا آمنة تماما من المعروفة الآن الكاميرا تتجه باتجاه تلممو هذه القرية التي أعلن السيطرة عليها البارحة تلممو آمنة نحن نقف أمام تلممو لا يوجد أي شيء في هذه الجبهة كما تشاهدون في الكاميرا الجبهة هادئة تماما لا يوجد عناصر جماعات مسلحة في هذه الجبهة ما يحدث كما أشرت أحمد هو استهداف من قبل سلاح الصواريخ في الجيش السوري والمدفعية في الجيش السوري لتحركات هذه الجماعات من الجنوب إلى تلممو تلممو هي آخر نقطة للجيش السوري في هذه الجبهة من المعروف أنها الجبهة الجنوبية لتلة العيس وهي آخر نقطة سيطر عليها الجيش السوري قبل عشرة أيام من الآن وبدأ بتثبيت نقاطه في هذه النقاط تمكن فعلا الجيش السوري من تثبيت النقاط بشكل جيد إضافة إلى ذلك الهجوم البارحة أثبت أن قوات الجيش السوري التي المتمركزة في تلك المناطق دعمت قواتها ويمكنها التصدي علما أن هذا الهجوم أحمد هو هجوم ضخم جدا أضخم هجوم على هذه الجبهة منذ بداية معارك حلب في ريف حلب الجنوبي طبعا كان قبله هجوم على خانطمان لكن هذا هجوم البارحة كان الأضخم عبدالله المحيسني قائد العملية توعد الكثير وقال بأنه سيصلي ظهر هذا اليوم في مسجد العيس ما حدث هو انكسار في صفوف هذه الجماعات تراجع الجماعات من حيث أتت إلى ريف إدلب الشمالي ومنه إلى ريف حما إضافة إلى وقوع خلاف بين أحرار الشام نتيجة لهذه الانكسار كما أشرنا أحمد الخلاف الكبير بين أحرار الشام وجبهة النصرة هو خلاف متجدد كلما تعرضت هذه الجماعات إلى انكسار على هذه الجبهات تعود للخلاف فيما بينها تعود للخلاف فيما بينها ويتم تبادل الاتهامات خاصة وأن أعداد القتلى كبير جدا إضافة إلى أن المقر الذي دمر بالقرب من الإيكار هذا هو مقر رئيسي لجبهة النصرة وأحرار الشام وقتل جميع من فيه إضافة إلى تدمير مستودعات الذخيرة ما يحدث أحمد الآن لربما يمكن الإشارة له هو أن هذه التلة الواقعة خلف تلة العيس تحاول الجماعات المسلحة استهدافها عبر الصواريخ التاو بعد تمكن الجيش السوري من التمركز في قرية برنا كانت سابقا الجماعات المسلحة تستهدف هذه التلة بقذائف الهاون أما بعد سيطرة الجيش السوري على برنا يتم استهداف هذه التلة بصواريخ التاو المتطورة والمعروف بأن مداها يتجاوز الـ 12 كيلو متر لذلك هذه التلة حركة الآليات عليها تكون قليلة نتيجة لدقة صواريخ التاو في الإصابة ريضا من دون إحداثيات لو سمحت هل تستطيع أن تشرح لنا أهمية هذه المعركة التي جعلت الجماعات المسلحة تتحدث عن إسقاط هذه المنطقة رغم عدم صحة ذلك أحمد أهمية هذه المنطقة بأنها قريبة من الأسراد الدول إضافة إلى أن هذه التلة كانت الجماعات المسلحة جبهة النصرى أحرار الشام إضافة إلى جيش المجاهدين وجيش المهاجرين والأنصار يتخذون من هذه التلة مركزا لهم لمراقبة ريف حلب الجنوبي وريف حلب الغربي قبل سيطرة الجيش السوري على هذه التلة وبعد سقوط الحاضر بدأت وسائل الإعلام التابعة لهذه الجماعات بالتأكيد بأن الهدف من هذه العملية هي تلة العيس وكانت هذه الجماعات تقول بأن تلة العيس مستحيل أن تسقط ومن المستحيل أن يتمكن الجيش السوري مهما بلغت قوته من السيطر على هذه التلة ولكن ما حدث بأن هذه التلة سقطت بأقل من ساعة ونصف بعد سقوط الحاضر وهي سرعة كبيرة جدا في سقوط هذه التلة مما أدى إلى اندلاع خلافات كبيرة اليوم الجماعات المسلحة تريد هذه التلة تريد السيطرة على هذه التلة لكن هجومين خلال أقل من 48 ساعة كل الهجومان فشلاء سواء في خانطمان الذي أرادت الجماعات المسلحة التقدم منه باتجاه الجنوب باتجاه تلة العيس أو ما حدث البارحة في الجبهة الجنوبية للعيس أفشل الجيش السوري هذا الهجوم الذي كما قلت يعتبر الهجوم الأضخم أهمية هذه المنطقة أحمد أولا البلدة كبيرة الجيش السوري مستقر فيها بشكل جيد من جهة ثانية أن هذه البلدة ممكن أن تتخذها الجيش السوري من أجل فتح جبهات متعددة في ريف حلب الجنوبي أو في ريف إدلب الشمالي أو في ريف حلب الغربي طيب رضا أرجو أن تبقى معنا لو يمكن أن نرى من خلال الكاميرا أجزاء أخرى من هذه البلدة حيث تقف أنت